السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا في اول فيديو شابتر 6 وشابتر 6 بيتكلم عن الانفنترز انفنترز يعني مغزون هتقول لي تب احنا اخذنا الانفنترز ده في شابتر 5 احنا الشابتر اللي فات كان بيكلم عن حاجة اسمها المشندايزنج كومبنيز الشركات التجارية وعرفنا المشندايزنج كومبنيز الفرع اللي بينهما بين السيرفز كومبنيي اللي يبقى عندها انفنترز مغزون او بضعة وعرفنا في شابتر 5 ازاي نسجل المعاملات المتعلقة بالانفنترز نسجل الترانزاكشن المتعلقة بالمغزون تمام قلنا في نظامين ممكن نسجل بهم الترانزاكشن دي بيربيتوال وبرياضيك سيستم احنا قلنا مش هنشرح غير بيربيتوال سيستم او هنركز اكتر على بيربيتوال سيستم اللي هو نظام الجرد المستمر طيب هتقللي طب ما شابتر 6 هناخد فيه ايه زيادة بقى هقول لك شابتر 6 ومشاديك الترانزاكشن تاني لانت خلاص علفها طب هناخد فيه ايه شابتر 6 هناخد فيه ازاي نحدد تكلفة الانفنترز ازاي نحدد تكلفة المغزون يعني الانفنترز ده متكلف كام او هنسجله بكام هتقول لي ازاي هقول لك في شابتر 5 لو تفتكر انما كان بيديك الترانزاكشن بتاعت البيع مسلا كان بيقول لك البضاعة اللي احنا بيعناها دي بيعناها بسعر كام بيقول لك البضاعة اللي احنا بيعناها كانت متكلفة علينا كام يعني هو بيديك السعر وبيديك التكلفة طيب هوا في الحقيقة لما انت تكونش شغال في الشركة هيجي يقول لك البضاعة اللي احنا بيعناها كانت متكلفة علينا كام طبعا دي شغلتك انت انت المحاسب انت اللي تقول لنا انت اللي تحدد لنا التكلفة احنا نعرف من ايه فاحنا في شابتر 6 بقى هنعرف ازاي انها حدد التكلفة دي ده اللي هنركز عليه في شابتر 6 وهنفهم بالكلام ده كله ان شاء الله في الفيديو ده احنا الفيديو ده هيبقى مقدمة على شابتر 6 هو شابتر سهل جدا وان شاء الله الفيديو اللي جاي هناخد فيه مسألة نلمي بيها الشابتر كله طيب قبل ما ندخل في الشابتر عاوزين نشوف مع بعض احنا في شابتر 5 عايز افكركم بحاجة احنا لما كنا بنبيع البضاعة كنا بنسجلها بـ 2 انتريز تحت الايه تحت نظام الجرد المستمر او البربيتول سيستم فاكرين 2 انتريز كانوا ايه اول انتري كان احنا نسجل السيلز ريفنيو كنا بنسجلها بالبرايز وتاني انتري اللي احنا كنا بنسجل القصف وقوص صوت وكانت بسجل بالتكلفة اول حاجة بنسجل السيلز ريفنيو بسعر البيع سيليز ريفنيز وتاني حاجة بنسجل وفجوز بالايه? بالكوست. وكان بنقلل ان خلاص البضاعة اتباعت. تمام. طيب نرجع تاني شابتر سيكس بقى. نفهمه عن طريق مسال. عن الفتريد ده البايع اللي موجود في الشركة باعتنا. جينا في اول السنة بنبص على بتاعنا بنبص على المخزون. تمام? الراجل يشغل في الشركة بيبص في اول السنة على المخزون. لأ في اول السنة في جنيوري ون. لا عندنا ايه? عندنا واحدتين. كل واحدة كانت متكلفة علينا تلاتة دولار. تمام. حد يقدر يقول لي بقى بتاعي في واحد يناير كان كام? قايب بتاعي في واحد يناير كان بستة دولار. تمام. طيب. هنفترض اللي احنا جينا بعديها. في اتنين يناير في جنيوري تو. عملنا برشيز. قلنا اه هنشتري بضعة تانية. دوت مش هكفونا. الواحدة دولار قليلين. فروح نشترينا بضعة. تمام? فروح نشترينا كمان تلاتة وحدات. كميل. طيب. بس لما جينا نشتري. لقينا اللي ايه? لان سعر زاد. مش زي السنة اللي فاتت. ما يقول لي شوية. الاسعار بتزيد صح? ولا الله مش وارد. الحاجة اللي انت كنت شريها بتلاتة دولار في سعر لها يزيد. اه فلما جينا نشتري نفس الوحدات دي. يعني نفس اللون ونفس الشكل ونفس الحجم لان التكلفة بقتهم زادت. يعني بمدى ما كنا بنشتريهم بتلاتة دولار بنا بنشتريهم بكم? بنا بنشتريهم بخمسة دولار. اه يعني دلوقتي تكلفة اللي علينا زادت. طيب حد يقدر يقول لي تكلفة البضاء اللي احنا نشتريناها كام? اللي هي يبقى تكلفة البضاعة اللي احنا نشتريناه بكم? بخمستاشر. بخمستاشر. تمام. يعني انت عندك بستة. وعندك بخمستاشر. حد يقدر يقول لي بقى عندنا بضاعة تكلفة البضاعة الموجودة في المخزن متاحة للبيع بقيمة قد ايه? هتقول لك اه هتقول لي هي عبارة عن الموجود في اول الفترة زائد تكلفة الحاجات اللي اشتريتها. يبقى زعادتها الجزء في البول فرسالي تبقى بجامعة تبقى بواحد وعشرين اللي هو الستة دولار و الخمستاشر دولار الجزء في جزء برشيست. جميع لغاية الوقت ما فيش مشكلة. المهم جيه بعديها في تلاتة يناير تمام? بيعنا بقى. حصل سيل. اه طب يلا حصل نشوف معه بعد. بيقول لك سولد وان ايتم فورتين دولار. العاشرة دولار ده ايه? ده سعر البيع ده السيلينج برايس. فبيقول لك احنا بيعنا ايتم واحد وبعناه بعشرة دولار. طيب. حد يقول لي بقى. ازاي هنسجل البيع دي? يعني ازاي هنسجل السيل. هتقول لي طب جميل احنا بنستخدم البربيت والسيستيم. فهنعمل ايه? هنعمل تو انترس. صح? ولا غلط? اول انتر ان نسجل السيل زرافينيو. هتقول لي السيل زرافينيو هتسجل بالايه? بالسيلينج برايس اللي هو العشرة دولار. فزي ما احنا شايفين اهو. هيزيد بعشرة دولار. وقصده هيزيد الكاش لو احنا اخدنا كاش او لو لسه ما سلمناش الفلوس. على حسن ما يحدد لك في الترانزاكشن. طيب الانترس التانية. بعمل فيها ايه? قلنا في الانترس التانية بزود او بسجل الكوست فوجود الصد تكلفة البضاعة المباعة بالايه? بالكوست. طيب. حد يقدر يقول لي. البضاعة اللي انا باعتها دي. البضاعة اللي انا باعتها بعشرة دولار دي كانت متكلفة علي كم? الواحد اللي انا باعتها بعشرة دولار كانت تكلفتها علي كم? هتقول لي ازاي? تقديل الوقت في احنا عندنا ايتم. كنا شارعينها بتلاتة دولار. وفي ايتم كنا شارعينها بخمسة دولار. فانا مش عارف الايتم اللي انا باعته ده. هسجله بتكلفة تلاتة دولار? وهنا بتكلفة خمسة دولار. ما هم اللي اتنين اللي اللي هو ايتم اللي هو بطريقة دولار. والايتم اللي بخمسة دولار. اللي اتنين زي بعضه في كل حاجة. النفس الشكل ونفس اللون ونفس الفايدة. ونفس القيمة. فاي حاجة فيهم ممكن تتبيعها. عادي. يلي ما فيش فرق ما بين الواحدة وهنا ثلاثة وهنا خمسة. فانت دلوقتي ما بقيت الايتم انت بقيته بعشرة دولار ده. انا عايزة اعرف ان هو كان متكلف علي كامل. انا اساجل تكلفة ربضان مباعدة اسجلها بتلاتة ولا بخمسة اه فدي المشكلة اللي عندي بقى. اللي انا مش عارف في الانتري التانية اسجل لكوس وجوز بكام? دي بقى فكرة شابتر سيكس. في شابتر سيكس انا عايزة اعرف الكوس وجوز اسجله بكام? ازاي احدد التكلفة. قال لك انا عندي حالتين في تحديد التكلفة. ايه هم الحالتين? قال لك اول حاجة اول حالة اسمها specific identification. يعني ايه? يعني اسمه التحديد الفعلي للتكلفة او تحديد التكلفة الفعلية. يعني تقدر تحدد بالزبط الايتم اللي انا بعتهدي بكام? هتقول لك ازاي? هقول لك عادي. في بعض في بعض الشركات او بعض المحلات اللي بيتبيع حاجات قيمتها غالية. بيتبيع حاجات غالية. بيعارف بالزبط الايتم اللي بيعه ده هو كان شريب كام? يعني هو بيبقى مدي لكل ايتم رقم. سيريال نمبر. او ما ديليه بر كود. فبيبقى عارف بالزبط الايتم اللي انا باعته ده. كان متكلف عليا كم و شريء امتى? تمام. فاحنا باقصنا مع بعض. بيقول لك بيقولك سيريال نو اكزاكلي واتم السولد ان اتس كوست. كان هو هو بيبيع بحاطة سيريال ننبر او حاطة بار كود. فبيبقى عارف الايتم انا باعته ده كنت شريء امتى؟ وكان متكلف عليك كام. يعني ايتم اللي انا بيته فعلا يعني امو ثلاثة وللبه خمسة طيب وايه تاني بيقول لك neither of different items with high cost per unit يعني ايه يعني ايه زي الجواهرجية. او الاجنس العربيات. ليه? لان هم بيقع عندهم مثلا الجواهرجي بيقع عنده ايتمز مختلفة. تمام? ومبقاش عددها كبيرة. انا هم مش بتلاقي عنده مثلا كل عقد. بتلاقي عنده مية عقد. لا. هوا من كل شكل بيقع عنده مثلا قطعتين تلتة بكتير. وكل ايتم فيه بيقى تكلفته عالية. يعني مثلا العقد اللي هو بيحول لك مثلا بتلات تلاف او باربع تلاف. هو كان شريم مثلا بتلافه خمسمية. فالتكلفة عالية. الله. تمام? هو عنده عدد قليلة. ما عنده اكمز كبيرة. له هوا عنده اتمز قليلة. تمام? وتكلفتها بتبق عليه. نفس الكلام في اجنس العربية. طيب العربية. اللي بيباع بحلك بستم ميةióف متكلفه عليه. خمسمية ألف. فهو عنده بіш عربيات كتير. ده هو عنده مثلا من كل dimensional. عنده معنى هو عربية. تمام? او عربيتين فلازم بيعارف كل عربية بيقوم بديها رقم وبيعارف العربية اللي هو بيحلق دي كان شريحة امتى وتكلفة كام فسبسيفك ايدنتفيكيشن او تحديد التكلفة الفعلية بتنفع اكتر للتجار اللي هم بيبيعوا بيبيعوا ايتمز تكلفتها عالية جدا ومعندهمش منها كميات كتيرة تمام طيب هقول لك مثال بقى واحد بيبيع اعلام اعلام جاف تمام اول حاجة يعود بقى يشوف كل قلم انا كنت تشري امتى ومتكلف علي كام انا مسلا كان شاري اعلام جاف اول السنة كان الالم ويفعليه ب30 قرش اشتري ارجع اشتري اعلام تانية بعدها بشهر كان الالم ويفعليه ب35 قرش تمام اعلام بعد كده كان الالم ويفعليه ب40 قرش طيب هقول يقود بقى يوجع دماغه ويقود يحدد كل قلم انا ببيعه كنت تشاريه من اني وقت وبتكلفة كام لا طبعا ومش عملية انا مش كل قلم هديله سري النامبر او مش كل قلم هديله بار كود يبقى انا كده ايه بتعب نفسي انا كده ايه بتعب نفسي على الفاضي دي حاجة تكلفتها قليلة ومنها عدد كتير جدا هو عنده مسلا من الاعلام الجاف عنده الف قلم فاكيد مش الالف قلم هحاود ادي لهم سري النامبر ولا بار كود طب هنعمل ايه بقى ساعتها هقال لك الحالة التانية الحاجة اسمها يعني ايه ترك تدفق التكلفة المفترضة يعني ايه تدفق التكلفة المفترضة يعني احنا نفترض بقى احنا مش هنقدر نحدد بالزبط يعني احنا مش هنفع نحدد بالزبط لان الموضوع مش مستهل الالام دك التكلفة بسيطة مش مستهل نعمل بقى بنحط الكل الالام بار كود ونحدد بالزبط لانه حاجة تكلفتها قليلة فقال لك هنعمل هنستخدم الطرق باسمها طرق تدفق التكلفة المفترضة يعني ايه هنفترض التكلفة بتاعت الالام اللي تبعدها كام هنفترض طب هنفترض بمزاجنا قال لك لأ في طرق بقى الطرق دي قال لك فيه تلات طرق لتدفق التكلفة تمام فيه طرق طرق عشان نحدد بها التكلفة المفترضة اول طريقة اسمها فايفو تمام فايفو معنها فرست ان فرست اوت الواد الوارد اولا الصادر اولا يعني اول حاجة بتجلنا اول حاجة هتخرج تمام لايفو لايفو معناها الوارد اخيرا الصادر اولا لست ان فرست اوت اخر حاجة بتدخل لنا هي اول حاجة هتخرج من عندنا وطاعد الطريقة المتوسط ده بحنا عوزين نعرف نفهمهم فايفو زي ما قلنا فرست ان فرست اوت يعني اول حاجة بتدخل لنا هي اول حاجة بتخرج من عندنا طيب هي اول ايتمز عندنا كان بتلاتة الو بخمسة لا اول ايتم عندنا كانت في جانيوري وان اول تكلفة اول ليفل من التكلفة كان كان تلاتة بس عياتا هنفترض ان بص انا بتتكلم عن التكلفة لاحز ان اسمها كوز توفلو قصة مشنت ادفك التكلفة ملناش ده اول ايتم ده فعلا كان مقني واحدة فيه احنا من افترض التكلفة نفسها يعني فرست ان فرست اوت معاناها اول تكلفة عندي مش اول ايتم عندي لأ اول تكلفة عندي هي اول تكلفة هتخرج من عندي وتروح الكوز فوجود صلت تمام فاول تكلفة عندي كانت كام كانت 3 دولار اول تكلفة عندي كانت 3 دولار فانا هافترض ان اول تكلفة عندي هي دي اول تكلفة تخرج من عندي وتروح ال COSTOFGOS SOLD يبقى ساعتها ال COSTOFGOS SOLD هيتسجل بكام هيتسجل ب3 دولار خلاص يبقى ساعتا ان عرفت ال COSTOFGOS SOLD هيتسجل ب3 دولار طيب جميل جدا حد يقدر يقول لي الاندينج انفينتري هيبقى بكام هتقول لي بسيط هقول لك ازاي هتقول لي ايه بقى هتقول لي تم انت همحدد لنا تكلفة البضعاء المتاحة للبيع انت قلت ان احنا عندنا COSTOFGOS SOLD بكام ب21 دولار تكلفة البضعام المتاحة بها 21 دولار واحنا بيعنا منهم حاجات بتكلفة كام 3 يبقى ساعتها بقى الفضل في المغزن هيبقى بكام 21-3 يبقى ساعتها الاندينج انفينتري هيبقى بكام هيبقى ب18 دولار تمام حاجة صعبة جميل طيب ندخل على اللايفو الطريقة التانية اللايفو معناها يعني اخر تكلفة شاو تاني بتكلمشي على ايتم زي بتكلم على التكلفة اللي اسمها تضفق التكلفة فانا بفترض اخر تكلفة داخلالي هي اول تكلفة تخرج من عندي طيب اخر تكلفة داخلالك اللي هي بكام اللي هي تكلفة كان بخمسة دولار يبقى انا في طريقة ساعتها ان الايتم اللي بعدها دي كانت باخر تكلفة اللي هي كانت بكام خمسة دولار يبقى ساعتها هنقول هيبقى بخمسة دولار طب حد يقدر يقول لي بقى نفس الطريقة هنقول لكوصف جوز كانت بواحد وعشرين دولار والكوصف جوز كانت بخمسة يبقى ساعتها هيبقى بكام اه هيبقى بستة عشر دولار حاجة صعبة جميل طيب اخر حاجة عندي يعني ايه افريج بقى متوسط يعني بالعقل هنحسب ايه؟ هنحسب التكلفة المتوسطة ازاي هنحسب التكلفة المتوسطة دي؟ هقول لك هي الكوصف جوز بكام تكلفة البضاعة المتاحة للبيع بكام بواحد وعشرين على كم ايتم وكان فيه كم ايتم في المغزن كان فيه خمسة ايتم في المغزن يعني عنده خمسة ايتم في المغزن التكلفة الكلية بتاعتهم هو واحد وعشرين دولار تمام؟ يعني عنده خمسة ايتم في المغزن كانت تكلفة الكلية واحد وعشرين دولار يبقى التكلفة المتوسطة يبقى تكلف المتوسطى للاطم الواحد هنقول 21 دولار على كام meille 5 Mac يبقى كل ايتم متكلف في المتوسط 4.2 يعني كل ايتم متكلف في المتوسط كام 4.2 يبقى ساعتها التكلفة اللي بدرنا اللي بيعتها دي يبقى ساعتها هيبقى بكام هيبقى 4.2 يبقى ساعتها هيبقى بكام 4.2 طيب و هنقول نفس كامل الاندينج افنتري هنقول الكون بواحد وعشرين مينوس الكوزو جسولد ب4.2 يبقى ساعتها الاندينج افنتري ب16.8 حاجة صعبة او مضولة التلات طرق اللي بتوع الكوزو فلوق السامشة بتضفق التكلفة ولاحظ احنا منتكلم على التكلفة فريست اين فريست اوت معناها اول تكلفة ده خلالي هي اول تكلفة تخرج من عندي وتروح للكوزو جسولد لاست اين فريست اوت معناها اخر تكلفة تدخل لي هي اول تكلفة تخرج من عندي وتروح للكوزو جسولد الاوريج معناها هيجيب المتوسط يعني تشوف انت عندك كاما ايتم في الاندينج ومتكلفين عليك اجمالي ايه وتقسم اجمال التكلفة على عدد الوحدات هيديك متوسط التكلفة للوحدة الوحدة او بتاع ايه بتاع ايه بتاع الوان ايتم افريج كوست بر ايتم طيب لو بصينا مع بعض على التلات الطرق دولت بقى بص حاليا بص على الفايفو كده اه الفايفو عنده ايه عنده الاقل كوست بر سولد لاحظ ان الفايفو عنده الاقل كوست بر سولد كوست بر سولد اختلف في التلات الطرق كان في الفايفو وتلاتة والليفة وخمسة وفي الأوريج 4.2 يعني اقل كوست بر سولد كان في الايه في الفايفو وده فعلا ايه منطقي ليه اهو مش كل شوية العسعار بتزيد يعني كل شوية تكلفة تزيد علي فعشان كده انت بتقول ايه? بتقول يعني اول تكلفة عليك هي اول تكلفة تخرج من عندك وتروح هي اول تكلفة هتتباعها. تمام? طيب ما انت اول تكلفة دي هتقال لي تكلفة لان كل شوية الاسعار بتزيد والتكلفة بتزيد. فانت اول تكلفة اللي انت اخدتها وادتها هتبقى اللي تكلفة يبقى ساعتها بتبقى تكلفة البضاعة المباعة فيه قليلة. ان هو بياخد اول تكلفة واحنا عندنا انفليشن عندنا تضخم يعني كل شوية التكلفة بتزيد. فالفايفو بيستطدم اول تكلفة اللي هي ايه? اقل تكلفة. فعشان كده الفايفو عنده اقل كوست فجوز سولد. احنا عنده لور كوست فجوز سولد. تمام? طيب. لاحزة احنا كلها ده بنتكلم في حالة ان الاسعار بتزيد. طبعا انه ده اللي بيحسن. هو الاسعار لهم ما بتقل. يبقى سعادها نت انكم هيكون ايه؟ هيكون اعلى. عشان هايير نت انكم. تمام? عشان الفايفو بتقلل اللي بيدي ديني كوست سولد ليل فالsent انكم estreحنا فاسكون انتم هيكون الاعلى. تمام? عشان الفايفو بتقلل اللي بتدي يبقى ايه ازياد طيب لما النت income يكون اعلى لما النت income يكون اعلى ايه اللي هيحصل الشركة لما تحقق net income اعلى هيتفرض عليها ضرايب اعلى فساعتها الcios tains ضرايب اللي على الشركة ايه هزيب اسنا في higher tax expense او فيه نرايب اعلى على الشركة عشان net income كان اعلى طيب لما تكون الcoast وجود sold قليل يبا ساعتها ال ending inventory هيبقى ايه هيبقى عالي. ليه? عشان اقلت لكم في شابط الرفاقيف ان تكلفة البضاعة المتاحة للبيع. بيتقسم بيطلع منها حاجتين. او بتتقسم حاجتين. في جزء هيتبقى. هيروح والجزء اللي فاضل هيروح ايه? هيروح والجزء تاني هيفضل في في طيب. لما الجزء يروح يكون قليل. يبقى اللي ساعتها في 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 ان اخر تكلفة ده خليلي هي اول تكلفة هتخرج من عندي وتروح فين وتروح تمام يا بساتة اقولتلك اخر تكلفة ده خليلي دي هي اعلى تكلفة لان دايما الاسعار بزيد فانا اخر تكلفة ده خليلي دي هي اعلى تكلفة انا اشتريت بها يا بساتة هيبقى اعلى اعلى في التلاتة اللي هو كان بخمسة دولار. تمام. طيب لما يكون الىielين فقط حتى الشركة هيكون ايه؟ بتاع الشركة هيكون اقل يبس حتها ده هيكون اقل اقت في الثلاثة. عشان كان اقل للقص عيلين فربما بport طيب س حتابها ايه؟ الى الجع lucrat هناك بدفد. حتى الشركة هتكون respbasية يا. الدرابة اللي arriba lebih تواني على الشركة هتكون اقل عشان كان اقل في بقى. طيب. اخر حاجة بقى هيكون ايه? هيكون ايه? هيكون اعلى. ليه? زي ما قلنا ان الجزء منها هيروح الجزء والبقى هيفضل في الين? في فلما الجزء اللي هيروح الجزء هيكون عالي. يبقى هيفضل في هيكون ايه? هيبقى قليل. تمام? يعني حتى في المسال احنا يكون المنشرحه كان الـ 21 تمام? تمام فلما في الفايفو الـ 21 دي راح منها ثلاثة في الـ 18. اما انها في الـ 21 راح خمسة في الـ 16. يبقى ساعتها ده في الـ بديك اقل 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 اقل. طبعا الـ average لو دحسته هو الـ average بين الـ 2. يعني بين الـ lifeو وبين الفايفو. يعني الـ average متوسط الـ 2. يعني الـ gusseld بتاعه متوسط بين الفايفو والـ lifeو. ونفس الوقت بتاعه متوسط ما بين الـ lifeو والفايفو. طيب لاحظ اللي احنا كل الكلام اللي بنشرحه ده. فحالة ان الاسعار بتزيد يعني فيه inflation. لو الاسعار بتقله هيبقى العكس. بس طبعا الاسعار تقلي ده كلام غير منطقي. فبالتالي احنا ما بنقولوش. ما انا لو قالك الاسعار بتقلي بقى تعكس الكلام ده. يبقى شابتر سيكس ان شاء الله كل تركيزه هيبقى على الثلاث طرق طولة بتوتضفه كالتكلفة. هيبقى تركيزه اكتر على طيب هو في الكتاب عندك شرح لك الـ 5 والـ lifeو الـ average تحت الـ periodic system وتحت الـ perpetual system. بس بما اننا ركزنا في شابتر 5 على الـ perpetual ومشرحناش الـ periodic. في شابتر سيكس احنا برضو هنركز على الـ 5 والـ lifeو الـ average تحت الـ perpetual system بس مش هنبوص على بيوتك system. يبقى احنا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هناخد مسألة نطبق بيها الـ 5 والـ lifeو الـ average على على ونعرف زي نحدد القوص وفوجود صوت في التلات حلقات. عشانكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مع السلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة